بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم حبيبي النهاردة هناخد الفرق بين المفرد والجمع سواء المذكر السالم او المؤنس السالم وامتى بندفله واو ونون وامتى بندفله ألف وتاء في حالة المؤنس السالم والواو والنون والياو والنون في حالة المذكر السالم وفيه كمان جمع عندنا اسمه جمع تكسير ملوش دعوة بالقواعد دي خالص بيبقى كده لوحده جمعه مستقل في ذاته وليه أشكال مختلفة هناخد عليها شوية أمثلة زي ايه؟ يبقى الجمع الجمع يأمة مذكر سالم يأمة مؤنس ويأمة كمان ايه؟ جمع تكسير تمام؟ تكسير يعني ملوش دعوة بالقواعدة بتاع الواو والنون او الياء والنون زي مثلا معلم دي هتبقى مفرد هنحولها الجمع يبقى معلمون ضفنا على كلمة معلم واو ونون طيب ها معلم في حالة الياء والنون معلمين معلمين ياء ونون وفي حالة طبعا لو هي زي دي هتبقى مد بالواو هتبقى اللي قابليها عليها ضمة زي ما احنا عارفين طب لو مد بالواو هتبقى اللي قابليها قاسرة تمام؟ طيب ناجح هتبقى ناجحون ها او ناجحين والاتنين صح حسب الجملة وحسب موقعها في الجملة وهو دايما يقول لي طلع المفرد او جمع من الاستخراج القطعة طيب مهندس هتبقى مهندسون او مهندسين تمام؟ طيب فلاحون او فلاحين ها قائمين او قائمون نائمون او نائمين طيب سائق هتبقى سائقون او كلمة زي ما هي خالص وهنزود لها ايه سائقين يا اما اليا والنون يا اما الوا والنون فائزون تمام؟ حاسة ان هي سهلة ان شاء الله او فائزين طيب في حالة المؤنس السالم بيقول لي هنا بنزود الف وتاء يبقى المؤنس السالم بنزود الف وتاء طيب المذكر يا اما وفي حالة المذكر بنزود ايه؟ و ونون او يا ونون طيب معلمات مهندسات يبقى لما يقول لي حول الكلمة دي لجمع مؤنس سالم بنوتة يعني هنزود الف وتاء الف وتاء طبي ايه بات ولا اسهل من كده فلاحات سيارات عص فورات نظيفات نظارات سهلة خالص بنزود عالكلمة بس الف وتاء صديقات صغيرات وهكذا طيب تعالوا نشوف هنا جمع التكسير جمع التكسير يعني ملوش قعدة أسد أسود أرنب أرانب حسب الجملة ها تلميذ تلاميذ ملهاش قعدة خالص كتاب كتب ولا فيها ألف وتاء زي المؤنس ولا فيها ياء ونون زي المذكر ولا ونون زي برضو المذكر الحالة التانية ما فيهاش حاجة خالص مدرسة مدارس ده اسمه جمع تكسير يعني ملوش قعدة شارع شواه رع عين أعين أو عيون تمام قلم أقلام أو أعلام أولاد وهكذا يوم هحاول أجيب لكم جميع الكلمات اللي ممكن تقابلنا في أكتر من قطع علشان نعرف جمع التكسير بتاعها ونتعود عليها يوم أيام طفل أطفال علشان ملهاش قعدة موج أمواج حوض أحواض برج أبراج باب أبواب رجل رجال ثع 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 ثعابين كتا كيت جمال جبال أجراس وهكذا طيب ها تعالوا نشوف طبيب أطباء قلب قلوب في الأفيال رمش رموش حبل حبال شمس شموس بيقول لي بقى هات المفرد مهندسون هتبقى مهندس عادي مزود الوا والنون تبقى هتبقى مهندس في حالة المفرد طيب مكتهد ومؤدب ومعلم مهذب مهذب ومخلص وهنا فلاح هنشيل بس الوا والنون منها سائح فائز قائم وهكذا تعالي نشوف الأمثلة اللي بعد كده بيقول لي هات المفرد للمؤنس ايه سالم معلمات هتبقى معلمة معلمة تمامها مهندسة لان بكتب بسرعة القلم ايه يبقى خاطين مش حالو سائحات هتبقى سائحة طبيبة طبيبة تمام اهو فلاحة شلنا الألف والتاء هه شطبنا على الألف والتاء بتاعي المؤنس السالم تمام مؤدبة مؤدبة مهذبة مهذبة مجتهدة تمام فا اذا اذا فا اذا ها نا اما كا اما وهكذا مخلصة تمام طيب تعالوا نشوف بيقولي هات مفرد ودي جمع ايه جمع تكسير عايز مفرد جمع التكسير ولازم نعرف بعض الكلمات علشان نعرف نحلها شوارع هيبقى شارع مصنع مدرسة مدرسة ها فصل حديقة علم بيت بحر بلد شجرة شجرة لان هي ايه حاجة واحدة طيب حقائب هتبقى حقيبة حقيبة قلم ورقة فيل تمام طيب بيقولي هنا بقى حدد نوع الجمع الجمعي هنا مدارس ده جمع ايه؟ فيه الف وتاء ولا فيه وا ونون ولا فيه ياء ونون طيب لو مفوش اي حاجة يبقى اسمه جمع تكسير أرانب تكسير معلمون مذكر سالم ها يبقى دول للمذكر والالف والتاء للمؤنس مفوش حاجة يبقى جمع تكسير الشوارع تكسير مساجد تكسير مخلصين مذكر سالم حقائب حقائب تكسير مخلصين بقى الناس سالم فيه الالف والتاء تمام؟ طيب تعالوا نشوف التدريبات دي ونشوف بيقول لنا ايه؟ سقور جمع رافو شوارع مساجد قلم عصافير قفص قصتان حاجتين تمام تبقى مثنى خلي بالكو ده مش جمع زي الألف والنون أو أسفق الوا والنون وإلياء والنون في حالة الجمع طب لحالة المثنى بنزود ألف ونون بس قاربان مثنى تمام تعالوا نشوف رجلان مسنى مزودين ألف ونون ولدان مسنى شجرتان مسنى مصانع جمع باب مفرد صفحتان مسنى حقول جمع فلاح جمع كرة مفرد كتاكيد جمع وقطتان مسنى فروع جمع أسود جمع وهكذا طيب سهلة وبسيطة ويرب تكون المعلومة وصلت طبيب مفرد غصن مفرد أشجار جمع أطفال جمع طيور جمع بقرة مفرد قلوب جمع قصص جمع لسان مفرد أرانب جمع ملك مفرد ملعب مفرد تمام عشان تنزلوا الأمثلة دي نزلوها من على موقع ذكرولي علشان يوصل لكم كل الفيديوهات وكل الشيتات اللي حابين تحلوها في البيت طيب نهران مسنة حوضان مسنة مسنة برضو طيب طوس مفرد دقبنتان مسنة مزودين الألف والنون زيل مفرد تمساح كتكوتان مسنة أنا هحل بس المسنة هنا علشان ما أطولش عليكم الفيديو وراءه فواجه أسدان مسنة طفلان مسنة كتكوت مفرد كتط جمع كتار مفرد بيوت جمع بحور جمع إبرة مفرد بطيخة مفرد كتكوتان مسنة طيب بكده يكون خلصنا الجمع والمفرد والمسنة ما ننساش تنعمل سبسكرايب ولايك وشير لصحابنا علشان كل يستفيد بالتوفيق والنجاح لكل يا رب مع السلام ترجمة نانسي قنقر